موسيقى نشرة الظهيرة من التلفزيون المصري أهلا بكم أهلا بحضرتكم إلى التفاصيل أكد الرئيس عبد الفتح السيسي استمرار مصر في بذل الجهود الرامية كافة لدعم سبل استدامة السلام وترسيخ الاستقرار في القارة الإفريقية داعيا الشركاء الدوليين لاستمرار دعمهم لتعزيز جهود القارة نحو غد أفضل وخلال كلمته بمناسبة أسبوع الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية أكد السيد الرئيس أن احتفال الاتحاد الإفريقي بالنسخة الثانية لأسبوع إعادة الإعمار والتنمية يصلط الضوء على مدى الاهتمام بهذا الملف حيث تأتي تلك النسخة بالتزامن مع العديد من التحديات والأزمات على المستويين الإقليمي والدولي كما أكد السيد الرئيس أنه يولي أهمية خاصة لجهود إعادة الإعمار والتنمية بما في ذلك استضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره أحد الأدوات الرئيسية في إطار بنية السلم والأمن الإفريقية واجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأهمية استمرار تعزيز جهود التعاون المتعدد الأطراف وتوطيل الشركات بين مصر وشركاء التنمية من أجل تحفيز رؤية التنمية الوطنية وجهود التحول الأخضر كذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي مع دكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لاسترد نتائج لقاءاتها المكثفة مع شركاء التنمية ومتعدد الأطراف والتنائيين والتي تم خلالها بحث سبل ودعم وتعزيز أطر التعاون المشتركة ودفع رؤية التنمية الوطنية وجود تحول الأخضر في مصر واستردت الدكتور رانيا المشاط أليات دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي تم إطلاقه بقمة المناخ بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والاقتصادات النشئة على جذب الاستثمارات المناخية كما تطرق الاجتماع أيضا إلى المبادرات التي تم إطلاقها لتعزيز دور الشركات النشئة في مجال العمل المناخي أحال رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبال ثمان مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها وذلك خلال جلسته العامة اليوم كما يناقش المجلس طلبات الإحاطة المقدمة للدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والأثار عن سياسة الحكومة بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميا وترميم الأثار مشاهدنا كرام لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مجلس النواب مراسل أخبار مصر محمد شعبان محمد أرجو أن تضعنا في مزيد من تفاصيل جلسة اليوم نعم تحية لك عبدالله ولمشاهدي أخبار مصر بالفعل في بداية كما ذكرت في مقدمة الخبر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حال في بداية الجلسة العامة ثماني مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى لجانة مختصة لإعداد تقارير بشأنها ومن بين هذه القوانين وقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وأيضا قانون التنظيم الشهر العقاري في المجتمعات العمرونية الجديدة وأيضا قانون تعديل بعض أحكام قانون البيئة وأيضا قانون المسئولية الطبية وبالفعل بعد إحالة هذه المشروعات القوانين الرجال المختصة بدأت الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في طرح أسئلة النواب وطلبات الإحاطة والمناقشة العامة المقدمة إلى وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى بالفعل بدأت مداخلات النواب بشأن الاستضاح من وزير السياحة والآثار عن سياسة الحكومة بشأن تنشيط السياحة العلاجية والاستشفائية في مصر وأيضا مشروع الحكومة لترميم الآثار والعناية بالمناطق الأثرية والتاريخية المهمة وأيضا كيفية رفع أو زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية السياحة وبأهمية الحفاظ على العلاقة القوية مع السائحين وأيضا توفير سبل الراحة والأمان للسائحين القادمين إلى مصر يتقدر الإشارة عبدالله إلى أن مجلس النواب في بداية هذه الجلسة وافقة بشكل نهائي على مشروعات قوانين ثلاثة مشروعات قوانين وهي القانون تنظيم الشهر العقاري وأيضا قانون تنظيم الأزهر وأيضا قانون تتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات ونحن الآن نتابع الجلسة العامة لمجلس النواب والتي يتم فيها طرح الأسئلة وطلبات الإحاطة والمناقشة العامة من جانب النواب الوزير السياحة والآثار بشأن استراتيجية الدولة في التعامل مع كيفية تنشيط السياحة وجذب المقاصد السياحية جديدة لمصر ونحن في انتظار رد وزير السياحة والآثار وتوضيح لسياسة الحكومة بهذا الشأن خلال الجزء الثاني من الجلسة العامة لمجلس النواب نعم وسنتابع معك مخرجات هذه الجلسة في الفترة القادمة شكرا لك محمد شعبان كنت معنا مباشرة من مجلس النواب يعقد وزير الخارجية سمى شكري اليوم جلسة مباحثات مع نظري اليوناني الذي يقوم بزرة لقاهرة وسوف يتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية هذا ومن المقرر أن يعقب اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين أعلنت الولايات المتحدة معارضتها أي عمل عسكري يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في سوريا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس أن الولايات المتحدة تحث على عدم تصعيد العنف في سوريا كما أكد برايس أن بلاده لا زال تعارض أي عمل عسكري غير منسق في العراق ينتهك سيادته تأتي هذه التصريحات على خلفية العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي شمال سوريا والعراق ضد قواعد للمسلحين الأكراد أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أنها اعترضت هجوما بطائرات مصيرة حوثية على أهداف يمنية ومشيرة إلى أن أحد تلك المصيرات أصابت منصة النفط بميناء الضبة في حضر موت وسببت أضرارا بها هذا وقد أوضحت الحكومة اليمنية أن الحوثيين استهدفوا ميناء الضبة النفطي أثناء رصو إحدى السفن النفطية التجارية في الميناء ومشيرة إلى استمرار الحوثيين في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية ويمثل تصعيدا خطيرا يفاقم الوضع الإنساني ويهدد إمدادات الطاقة وحرية وسلامة الملاحة والتجارة الدولية مطالبة المجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% في موقع فوردو النووي وأوضحت وسائل الإعلام الإيرانية أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك في رسالة مشيرة إلى أن هذه الخطوة من جانب إيران جاءت ردا على طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية من طهران بالزيادة التعاون يشار إلى أن مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان قد وافق أمس خلال جلسة مغلقة على قرار يطالب إيران بالتعاون بشكل عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاث مواقع غير معلنة قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أوكرانيا نجت من كارثة خلال قتال قد وقع مطلع الأسبوع عند محطة زابروجيا النبوية وقالت الوكالة أن خبراءها اكتشفوا خلال تفقدهم للموقع إضرارا واسعة النطاق لكن دون الإضرار بالأنظمة الأساسية للمحطة وأكدت الوكالة أن مفاعلات المحطة مستقرة وأن مستويات الإشعاع لا تزال طبيعية منوهة إلى أنه لا يوجد مخاوف فورية تتعلق بالسلامة أو الأمن النووي وبحسب تقرير للوكالة الدولية فإن المعارك في محيط المحطة ألحقد أضرارا بمبنى لتخزين النفايات المشعة وبركة للتبريد وكابلا لأحد المفاعلات وجسرا إلى مفاعل آخر وتعد محطة زابروتجا أكبر محطة نووية في أوروبا في الأثناء شدد الرئيس الأوكراني فلادمير زلينسكي على الضرورة أن تقوم روسيا بسحب جميع مقاتليها من محطة زابوريجيا النووية والتوقف عن قصفها وقال زلينسكي أنه يعمل على ضمان تنفيذ أمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوقف أي نشاط عدائي ضد المنشآت النووية كما أشار زلينسكي لأنه ناقش مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو تنفيذ نقاط من صيغة سلام أوكرانية تتضمن أمن الطاقة في أوكرانيا وأوروبا منوها إلى التهديدات الروسية لأمن العالم أعرب كبير أماني مجلس الوزراء الياباني هوروكازو ماتسونو عن أسفه بعد إخفاق مجلس الأمن الدولي في اتخاذ إجراء ندى كوريا الشمالية ردا على إطلاقها صاروخ باليستي عابر للقرات يوم الجمعة الماضي وحذر ماتسونو من أن برامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية تهدد سلام وأمن اليابان والمجتمع الدولي بأسره ومشددا على أن هدف اليابان من هو نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وكانت واشنطن قد دعت خلال الاجتماع لإصدار بيان نيودين وبيونجانج لكن الصين وروسيا رفضت منح موافقتهما أعلنت السلطات في بلدة سيانجور في اندونيسيا اليوم ارتفاع حصيل الضحايا الزلزال الذي وقع أمس إلى 252 قتيلا بينهم أطفال هذا وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين محاصرين تحت الإنقاذ جراء الزلزال المدمر الذي ضرب بلدة في إقليم الجاوة الغربية وأسفر أيضا عن إصابة المئات كانت جهود الإنقاذ قد تعرضت لعرقلة في بعض المناطق بسبب انقطاع التيار الكهربائي ووقوع ما يزيد عن ثمانين هزة ارتدادية وأوضحت السلطات أن الزلزال الذي وقع على بعد 75 كيلو متر من العاصمة جاكرتا ألحق أضرارا من نحو 2200 منزل على الأقل وشرد أكثر من 5000 شخص حتى الآن شاهد وزير الكهرباء دكتور محمد شاكر احتفالية هيئة المحطات النووية بالعيد النووي الثاني بحضور لفيف من كبار رجال الدولة وكبار المسؤولين بقطاع الطاقة النووية والكهرباء ونخبة من الفنانين يهدف الاحتفال إلى تنمية الوعي الجماهيري للدور الذي تسهم فيه الطاقة النووية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية أن هذا الاحتفال يتزامن مع نجاح الهيئة في وضع الصب الخرصانية للوحدة النووية الثانية نحتفالنا اليوم يتمتع بطبيعةٍ خاصة حيث جاء متزامناً مع نجاح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في تحقيق الصب الخرصانية الأولى للوحدة النووية الثانية وهي مرحلة توحي بانطلاق مرحلة الإنشاءات الكبرى للوحدة النووية الثانية وتعزز انتقال الدولة المصرية من مصاف الدول التي تخطط لإنشاء محطات نووية إلى مصاف الدول المنشئة لها بالفعل وهو ما نتطلع إليه جميعاً قيادةً وشعباً في ظل جمهورية جديدة ورؤية مصر عشرين ثلاثين في تمام الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشط إخبارية جديدة من التلفزيون المصر وعلى المصر دائماً نصفير داتي جي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر